السؤال الثاني شيخ أنا في أحد هو ينتسب للإسلام ولكن يعني أعرض ضد المسلمين ولكن إيه أحد جنود الاحتلال أيو نعم أحد جنود الاحتلال ما له وهو يحارف يعني ضد غزة أيو يقول أنه مسلم قال هو مسلم يحارف ضد غزة يعني يقتل المسلمين أيوان قال الله تعالى دل على فرض أن يستضعف وأخرج قال الله تعالى إن الذين توفعوا الملئكة الظلم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله وسعة فتهجروا فيها فأوليك مأوام جهنم وسعة مصيرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما وقال سبحانه من يتلوه منكم في أنه منهم يعني وإذا كان راضيا من ذلك وراضي ويتبرك بأداء صحيح إذا كان يقاتل في صفوف الكفار فقد علمت الآية شكرا